الجوزاء عايز ايه الجوزاء عايز يدخانق في حاجه وضح ان هو في حاجه مزعله عايز خناقه هو مقبل على خناقه مع الشريك زعلان من حاجه معينه حابب ينسحب دي حله انسحاب حابب ينسحب في ايه مشكله حابب ينسحب وحابب يفكر لوحده مش مبسوط الجوزاء واضح ان هو مش مبسوط في العلاقة دلوقتي شايف شريك ازاي شايفه يعني بيتعمل بقصوة شوية مش بقصوة هنقول بيتعمل بعملية عملية مفيش مشاعر مفيش فيش حينية مفيش الحاجات دي بيتعمل بعقله بس فيش فيش سنة قصوة يعني الشريكك مش بالاسوأ اللي هو بيوريها دي لأ هو بيحبك ونفسه يدي لك حاجات عنده عطاء عايزة يقولك يعني فيه محبة كتير جدا كواه يمكن مش بيعرف يزهرها لا اسباب يعني بس بس هو ده مش معنى ان هو ما بيحبكش يحبك وكل حاجة بس في حاجة مش عارف يعبر يمكن يكون مش عارف يعبر نفسه حاجة يعني تموت ويحل محلها حاجة تانية يعني مثلا اسوته دي فالنقذ منها قصة الاسوأ اللي فيه او او اللي هو ما بيهتمش كفاية او الحاجات دي كلها نفسه يتغير يعني ده تارد التغيير ده ده معنى تغير نفسه يتغير عشانك فيعني اساعدوا شايفك ازاي شايفك بتبعد بخب عدك وماشي بتبعد عنه مش ضروري ان انت تكون بتبعد يعني حرفيا لا بتبعد حتى بعقلك مش ما بقيتش موجود ما بقيتش معين التقبة ما بينكم ايه انا شايفا ده يعني دي هدية من ربنا رزق من ربنا انتو بتشوفوا بعض ان انتو هدية من ربنا ربنا هداكوا ببعد حاجة حلوة جدا العلاقة حلوة جدا الطاقة فيها حلوة قوي قوي ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي دلوقتي يمكن المشكلة يمكن حتبتدي الشكل المشكلة حتبتدي الجوزاء حتبتدي يتكلم البرج حينهار في حاجة بقى حتنهار الحاجة الوحشة الانهار الحاجة الوحشة الحاجة الوحشة اللي في العلاقة هتتطليه تنهار وهيتسبتلكم ان العلاقة دي قوية جدا ما بتتهزش ولا بتتمسح ولا بتتهد الامبراطور ده بنع صلب وقوي جدا جدا مفيش حاجة بتهزوه حينتدي ناخد بقى شوية قرارات بس واضح ان الشريك عندك عملي فعلا بحت وبرضه هكون فيها نسبة عملية لكن هتبتدي تاخدوا قرارات كويسة جدا لصالح العلاقة اللي عندهم مشاكل اللي القرية بتنطبق عليهم مكيش انفصال مش هتبعدوا عن بعض بل بالعكس ان شاء الله هتقربوا اكتر وحتعرفوا قد ايه العلاقة دي قوية وصعب انها انها تتهجل فان شاء الله كل حاجة تبقى كويسة جدا يا جوزاء لو انت داخل على الخناقة دي وهتفيني تتكلم او هتفيني تتكلمي اه طبعا اتكلمي وقولي كل اللي عندك بس حاولي ان ان الموضوع ما يفروضش قوي قولي الجواكي كويس قوي والصير بسالة كويس بس من غير عنف علشان توصلوا في الاخر نتيجة كويسة دي نصحتي يعني في الموضوع وشريك الجوزاء يعني يا ريت هو ام شوف شريكك محتاج ايه ولو انت حتى ما بتعرفش تعملوا بمية في المية مش شوف تعملوا بمية في المية شريكك لو شاك ان انت بتحاول هيرتاح الموضوع هيهدأ لغاية بس ما تعدوا الازمة دي اوكي خضرية خضرية طيب هقولك يا عيشة حاضر يا حبيبتي احنا خلص فضلنا المجموعة الثالثة وخلص بص يا احمد اا يعني الموضوع ده ده خليه بقى نعمله لايب مخصوص موضوع ايه هو الطالع يعني هو باختصار هو اول اا اول ايام بعد الولادة ده بيبقى الطالع بتاع الشخص اول لما بيتولد اا الحالة بتاعة الكواكب وقتها بيبقى عمل ازاي ده بيبقى اسمه الطالع اا فانهي بيت الشمس فانهي بيت الحاجات دي كلها ده اسمه الطالع البورج بقى هو مجموعة النجوم نفسهرة اا ده الفرق بينهم باختصار بس ممكن يعني في لايف تانية بقى اشرح الموضوع بالتفصيل اكتر جوزاء في انفسار حاضر يا يويا حسحب للكارتة حاضر طيب امجد بعد لايف معلش نكلف الموضوع الجديد ده مع اني انا فاكرا ناس يعني استشارتك في الموضوع ده وقالت لي مفيش مشكلة حاضر يا انا كوكو من عناي حاضر مش هانسى خليكي معايا وانا هاخر دلوقتي احنا اقرى المجموعة التالتة والاخيرة بورج الجوزاء وحنرد على طول طيب حاجبينيش خلص اللايب ونتكلم عن فتايا دي المجموعة التالتة والاخيرة بورج الجوزاء بتبتدي من العشرة لحد عشرين اا يونيو ياسوم اقولي حبيبتي ايه سؤالك? في engaging طيب انا بسحب كلمتي بناء على على امجد من امجد مش انا صراحة بصك في رأيه جدا وبيقولي اسحب كلمتي لأ مش مصراح لحد دي اخد فيديوهات فارجوك الواحد اللي عمل اصرحه باسمي بليز وقف اللي انت بتعملني خلاص لو انتم مجمعين على ده خلاص ما فيش مشكلة. تعالي اقولك يا بصت لعلي خبر حلو ده خبر حلو وبداية حلوة جدا ان شاء الله المقابلة حتكون كويسة جدا وحتبقى نتيجتها حلوة بازني اللي حتبتطمني وخلي املك في ربنا تزيد. طب صوما انا رأيي بقى تبعتي برسالة احسن عشان اخد تفاصيل اكتر يعني انا مش عارفة الصراحة ايرد عليك لان انا عايزة برجه وعايزة اسمه عايزة معلومات. حبيبة قلي. ان شاء الله ياتيمة بازن الله. العفو يا كوين على ايه حاببتي بالتوفيق ان شاء الله. طيب. داخلنا احنا اخد بقى المجموعة الثالثة والاخيرة. لأ بستي بعطي رسالة هنا في يوتيوب. اه اريد المعلومات كده كلها وهارد عليك. حاضر يا وردة من عناية. خلص دلوقتي المجموعة الثالثة. بسم الله. اخيرا اطلع في مجموعة تطور مجدي الحمد بس لو انتوا هتلاقوا كروت كتير بتتشابه لان نفس قرية البرج ممكن كروت كتير تتقرر. بس الكارت ده مجيش في ولا مجموعة في تطور مدي كويس يا جوزاء. يعني اللي انه يعمل مشروع الفترة دي. ده وقت كويس جدا. الحمد لله ما فيش خسايا بالعكس في حالة تطور مدي. ان شاء الله المشروع يكون نجح ويعني مثمر ان شاء الله. اه وكمان لو مش بتعمل حاجة فهو في حالة استقرار مدي. يعني الحمد لله ما فيش ازمات والدنيا مشى كويس قوي قوي. وايه حالة امان وايه رخاء الحمد لله من حالة مدي. اه في عندنا كمان ده اما ان هي اجازة الجوزاء قرر ياخد اجازة او هيقرر ياخد اجازة يحتفل مجرد ايه واقفة كده شوية نريح من الشغل نريح من المسئوليات وناخد اجازة. وكمان ده فرح زي ما انتم شايفين دي ما رسم فرح يعني فرح غلقي كمان. اه فاللي على وشك انه هو يتم جواز بازن اللي حيتم على خير وكل حاجة تبقى كويسة قوي. لأ انا بيجيدي رسالة امجد. الجوزاء عنده كمان حالة في خناقة شغلة او مش هنقول حرب بمعنى حرب فيه شوية كده قلق وتوتر حواليه بس هو بيحاول يتماسك ومبين ان هو كويس كده انه اه مش فرقة معه خاص وانه هو منتصر مع انه هو اتقاذى شوية او اتليست يعني مزاجه تعقر يعني على قل بس مبين انه هو زي ما انتم شايفين واقف في حرب وسام غيمة وهو مازال مبتسم. فانت مبين اه حاجة غير اللي جواك اه من ناحية موقف معين كان بيأزيك. انا انا احيي ده الصراحة مش ضده خالص. في بقى كارتين تحت بعض حلوين جدا جدا جدا. ده بقى. ده اللي يطلع في المجموعة الاولى. آآ طاقة ابداع خبر حلو. في حاجة طاقة دخل علينا ان شاء الله كويسة جدا جدا جدا. طاقة دي هتعملك هدف. يا جوزاء. انت رايح لهدف بسرعة شديدة جدا ومش هتقف غير ما توصل له. شايفين عمل ازاي? راكب الحسن بيجي بسرعة جدا جدا. رايح لهدف. بالدفاع. رايح بالدفاع كمان شديد جدا. ونجاح. بازن الله نجاح. اكتمال الدائرة يعني حاجة انت هتكملها على اكمل وجه. يعني انت بتعمل مشروع. او لو عندك اي حاجة مثلا حاجة في شغلك بتعملها. خلاص. خلاص. حتعملها بنجاح ان شاء الله كباية جدا. في بقى حاجة تانية بقى مما وراء الكواليس. انت خايف من حاجة في حاجة مقلقك شوية او مكتفك. مش عارك تاخد خطوة. دي حالة اه ثبات. ثابت ومستني. متراقب. اوكي? حاجة دي تخص وراء يمكن ده ده حاجة ليها علاقة باوراق حكومية حاجة بتعمل ورق حكومي. ممكن يكون قارد ممكن يكون قضية ممكن يكون حاجة من من ده يعني. او انه انت هتسيق الحكم على شخص. اه لو انت في حال التوتر دلوقتي يا جوزاء وعندك شوية صراعات بتدور حواليك. ما تطلقش احكام في الفترة دي. استنى لغاية لما الدنيا تبقى اه يعني هادية. وهي هتهدى خلاص. تدخل عليك طاقة امر. طاقة هدوء وسلام. وطاقة اه اه تأمل. وحاجة كويسة جدا. هادية جدا. وحلوة اوي اوي اوي. استنى وما تطلقش احكام دلوقتي. اه لو موضوع في ورق حكومي. وانت مستني ورق وقلقين منه وخايف. ان شاء الله ما تخافش شكل الموضوع خير باذن الله. وحتطلع بنتيجة كويسة جدا. اه في هنا كمان. قلت لكم كارت القوة ده. اه معناه قلت القوة. انت محتاج اه تواجه حاجة معينة يا اه جوزة. واجهها من غير عنف ولا حاجة. لأ انت هتواجهها بالديبلوماسية. اه المهم ان انت تعبر عن نفسك وتقول اللي جواك بس مش بعنف. القراب برضو حلوة قوي قوي. حلخصها بسرعة. في تطور مادي ان شاء الله. اللي داخل مشاريع جو اهد. اه ان شاء الله بدنيا كويسة جدا. اه حالة تستقرار مادي الحمد لله. في هنا احتفال بفرح. او في اجازة حتطلعها انت وعيلتك. او الناس المقاربين بالنسبالك. في شوية ضغوطات بس انت بتواجهها بسبات. اه وبتبين ان انت يعني مش متأثر تماما بس انت تقصرت شوية. اه في طاقة اه خبر حلو. في حاجة حلوة جدا جايالك طاقة الديع. هتنور لك اللمبة وحتشوف هدف. وهتروح لب سرعة جديدة جدا. بازن الله في نجاح اجتمال دائرة. اه في هنا اه زي حالة جمود او سبات حاجة سبتة مش بتتحرك. اه ده لانك انت خايف شوية عندك مخاوف. اه في هنا اما انه انت حتظلم حد او تطلق حكم مش سريم على حد. او انه في ورق حكومي او حاجة تخص الحكومة يعني ان شاء الله بتتم الفترة دي. اه في حالة ان شاء الله هدوء وسلام والتزام داخل عليها برج الجوزاء الفترة دي. بس برضو الكارت ده نسيت اقول لكم بحذر من العقرب اللي طالع ورده اللي هو انت قاعد في امان الله ومسالم وفي حالك ومفيش اي حاجة. بس حد مترقب لك يا جوزاء انتبه وما تديش سرة في الحد. اللي بالناسب انت تصق فيهم وجربتهم يعني في الموضوع ده اكتر من المجم. واجه يا جوزاء الحاجة انت محتاج تواجهها بس واجهها بدون وما سيح على قد ما تقتل. ادي قراية التالتة لمجموعة التالتة القراية العامة بتاعتها الحمد لله حلوة جدا برضو. طيب دي مش لازم مش لازم مش لازم تقول ليه المجموعات مجرد البرج كفاية مش لازم تقول ليه المجموعة. احنا خلاص فاضل لنا دلوقتي الحداء العاطفية المجموعة التالتة وهنتليه نسحب كروت خلاص. ده سؤال يتيمة. بشكرك جدا يا على الفيدباك الجميل ده. مرسي حبيبتي قوي. العفو يا ساتيم العفو حبيبتي. اه انا عامل مشروع خاص والحمد لله اه انا عامل بخير لكني ماشي ببوت شوية شغلت في برنامج رياضي والحمد لله ماشي ترمي فيه لكن فيه طبقات سلبية حوالي اعمل فيها ايه. طيب بصي يا احمد بالنسبة للحاجات اللي وقفة. انا بشوف ان الدعا طبعا هو احسن حاجة في الموضوع ده. اللي شايف ان الدنيا عنده عصدانة ووقفة ما يضطلش دعا اه ادعية تيسير الامور كتيرة. ادعى ربنا ان هو يسر. اه حصم طبعا من الحسد ومن الحاجات دي اقرا حاجات دايما اه حاول متقولش الحاجات دي كتير للناس. انا عارفة ان احنا بنبقى ناجحين وعايزين نوري الناس نجاحنا وقدي ايه احنا عملنا انجازات حلوة لكن للاسف الموضوع ده ممكن يجي عكسنا. ان تتحسب طبيعيا يعني ممكن تقول لحد هو مش عارف يعني كان نفسه مسلا يعمل انت بتعمله ده ومعارفش. فغصب عنه ويحسدك فهم قصدي حاول متقولش كتير يعني. الدنيا عامل ايه الحمد الله الدنيا تمام. بس بلاش تتكلم كتير علشان بس الموضوع اشتركوا في القناة